السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع بالبداية شكرا لكل ما سأل عني وعن سبب غيابي بالأيام الماضية والحقيقة هي أني ما استطعت أن أسجل فيديوهات بسبب ظروف عائلية مهمة وربما رح أنقطع يوم من ثلاثة وبعدين إن شاء الله أرجع إلى وضع القناة الطبيعي وراح نفتتح هذا الفيديو بموضوع مهم جدا جدا لكل سكان ألمانيا سأتناول بأسلوب اللي عاهدتموه بهذه القناة بألمانيا الحد الأدنى للإجور هو 12 يورو للساعة الواحدة وهذا الأمر تم إقراره ابتداء من شهر أكتوبر من العام الماضي وبسببه تم رفع رواتب الكثير من الموظفين والعاملين بألمانيا بشكل يعني من 10 يورو و50 سنت إلى 12 يورو الصحافة الرسمية بألمانيا والقنوات الإخبارية ضعيفة الثقافة صوروه على أنه خبر جميل وأنه خبر سعيد وشي جيد لكل سكان ألمانيا ولكني قلت لكم أنه هو بالحقيقة هو خبر سيء لأن سيجعل الأموال تصبح قيمتها ضعيفة والأسعار تصبح أكثر غلاء والقدرة الشرائية تتحطم وفعلا الكافية تقو اللي كان سعرها 1 يورو اللي كنا نشتريها بألمانيا الآن أرخص فنجان منها صار 2.5 يورو كل شي زات سعرها وبالتالي اللي زيتها من المعاشات أصبحت زيادتها ماء الهقيمة المفاجئة اللي أعتبرها غير سارة جدا الآن بألمانيا هي إعلان وزير العمل الفدرالي الألماني يوم أمس بمقابلة مع صحيفة بيلد أم زونتاك أن الحد الأدنى للأجور اللي تم رفع بأكتوبر الماضي من 10 يورو 45 سنت إلى 12 يورو سيزداد إلى 14 يورو بيناير القادم يعني أن من يعمل الآن ويحصل على 12 يورو بالساعة رح يصير بواحد واحد 2024 14 يورو للساعة الواحدة من العمل وقال الوزير أو وزير العمل هوبيوتوس هايل أنه سيقدم القانون بفصل الصيف وسيتم رفع للبرلمان الألماني وستتبنىها الحكومة الحالية لأجل أن يتم زيادة رواتب العاملين بألمانيا والسبب هو أن الحكومة الألمانية ستقوم بزيادة رواتب موظفين الحكوميين بنسبة كبيرة تصل إلى 10.5% موظفي قطاع الأوثنت لشدينس يعني معلمين سواق باصات سواق قطارات موظفي سوسيال موظفي جوب سنتر الدوار الحكومية بصورة عام الشرطة قضاء وإلى آخره رح يزيدنوا راتبهم 10.5% وهؤلاء مصدر رواتبهم هي أموال الضرائب اللي ندفعها كسكان ألمانيا بينما أرباب العمل الخاصين حسب ما قال وزير العمل مثل أصحاب الشركات أصحاب المعامل يعني الشركات الغير حكومية هم غير ملزمين بالزيادة الحكومية فوزير العمل قال يجب أن نحرمهم من أرباحهم عن طريق إعطاءها إلى الموظفين هذا يعني أصحاب المطاعم أصحاب الكافيهات المقاهي المحلات الشركات المخازن وكل الشركات اللي يتقدم خدمة بأسعار قليلة سيجبرون على زيادة رواتب موظفيهم وهم من ناحية أخرى ما رح ينضرون لأن رح يرفعون أسعار خدماتهم علينا كي يعوضون الفرق وهذا الأمر هو دائم الحصول فكلكم تذكرون لما كان سعر أشهر أكلة بألمانيا اللي هي سندويجة الدونر التركية ثلاثة يورو كيف الآن سعرها تجاوز الثبانية يورو فهل تتوقعون أن زيادة الرواتب هي شيء جيد أم مكافحة الغلاء وجعل المال القليل يشتري الكثير هو شيء أفضل أنا أعتقد أن الحكومة الحالية أو الائتلاف الحالي اللي يحكم ألمانيا لما يخسر شعبيته يريد أن يكسب شعبية فيقوم بعمل هذه الأشياء وما نحصل عليه كما عاش باليمين نتيجة عملنا رح ندفع باليسار بل رح ندفع أكثر من عنده إلى الدولة وإلى المؤسسات سواء الإيجار أو التأمين الصحي أو الضرائب أو الطعام والشراب ولا يبقى مننا زيادة مثل السنين السابقة الموضوع الآخر أصدقائي لمن يعتقد أن الحياة أصبحت صعبة والغلاء هو فقط بألمانيا أو بالدول الأوروبية هناك خبر صادم لمن يحب السفر والخبر هو أن هذا الصيف سيكون الصيف الأكثر غلاء على صعيد العالم أجمع تم عمل دراسات عديدة من قبل شركات السفر تم نشر هذه الدراسات بالإعلام الألماني والأوروبي وتبين أن وجهات السفر الرئيسية حول العالم أصبحت أعلى تكلفة بـ 2023 أو ستكون أعلى تكلفة خلال الصيف بنسبة تصل بين 40 إلى 60% بالمقارنة مع الصيف الماضي والسنين الماضية ويقول التقرير أن من سيسافر لغرب أوروبا أو للسواحل الدافئة بإسبانيا والبرتغال أو لمن سيسافر إلى اليونان بجنوب أوروبا وسيجد أن سفرتها رح تكون مكلفة بمقدار 40% زيادة عن العوام السابقة ومن يسافر إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثلا تركيا فالسفر إليها خلال هذا الصيف رح يكون أغلى بمقدار 50% عن العام الماضي تونس ومصر سيكون أعلى تكلفة في مثلا دولة مصر تم إجراء قوانين جديدة أو فرض قوانين جديدة تفرض حد أدنى للمبيت بالفنادق وضرائب على الأجنبي اللي يدخل البلاد ويقول التقرير أن أسباب الغلاء حول أغلب دول العالم هي التضخم العالمي لأن التضخم هو ظاهرة ليست فقط بأوروبا أو بألمانيا بل هي بجميع دول العالم ارتفاع سعار المحروقات بجميع دول العالم والمحرك الرئيسي للغلاء هو غلاء الرحلات الجوية على صعيد العالم أجمع بمقدار 40% فما فوق ويقول التقرير أن تركيا وبلغاريا ومصر ودول عديدة بالشرق الأوسط أصبح السفر إليها بالطائرة أغلى بمقدار 50% من العام السابق والأعوام الماضي ويقول التقرير أنك لو سافرت لمصر أو لشرم الشيخ بالصيف ستدفع مال أكثر لتذكرة الطيران من سفرك لنيويورك بأمريكا رغم أن شرم الشيخ هي قريبة بالمقارنة مع أمريكا ولكن غلاء الأسعار ورفع رواتب العاملين وزيادة أسعار تذاكر الطيران هي السبب بالغلاء ويقول التقرير أن من يريد أن يسافر بسعر رخيص عليه الذهاب إلى دول يتجنبها السياح مثل الموزنبيق أو زنجبار أو المكسيك أو دولة مثل كولومبيا اللي تزداد بها الجرائم بالأعوام الأخيرة ويقل السفر إلها فلذلك السفر والحياة تكون بها رخيصة موضوع الآخر أصدقائي رابطة نقل البضائع الألمانية والمتحدث باسمها اللي هو ديرك أنجلهارت يحذرنا ويقول أنه يجب على السكان أن يستعدون لزيادة كبيرة على أسعار الطعام والشراب بالمحلات والسبب هو الشاحنات والحقيقة هي أن الحكومة الألمانية راح تزيد رواتب الحد الأدنى لأجور إلى 14 يورو بـ 2024 هي نفسها الحكومة راح تفرض ضرائب عالية على مرور الشاحنات وعلى الانبعاثات الحرارة اللي تصدرها الشاحنات راح تكون الضريبة هي 200 يورو للطن الواحد من ثاني أكسيد الكاربون وهذا الأمر راح يتم تطبيقه بنفس عام زيادة الرواتب رئيس رابط النقل اللوجستي يقول أن زيادة هذه الضريبة على مرور الشاحنات ما راح تأثر لا على سائق الشاحنات أو على الشركات اللي تمتلك الشاحنات لأن الشركات بصورة عامة ستقوم بزيادة أسعار النقل لتعويض هذه المبالغ وبالتالي السوبر ماركت اللي بيع للناس الخضار والفاكهة والألبان سيدفع تكلفة نقل أعلى وستمرر هذه التكلفة إلى الناس اللي يتسوقون من المحلات ويقول رئيس رابطة النقل اللوجستي اللي هو ديرك أنجل هيرت أو هات أن الشاحنات بالشوارع لا يتجول أصحابها بدون سبب بل هم ينقلون ما يحتاج الناس ولما الدولة راح ضاعف جور الانبعاثات الحرارية بمقدار يعني الضعف بحلو العام 2024 فيجب أن لا يتفاجأ الجميع بالغلاء والقرار الجديد سيشمل كل الشاحنات أو السيارات اللي وزنها يكون أكثر من 3.5 طن ورح يتم عمل إعفاء ضريبي على الشاحنات اللي تعمل يعني بالبطاريات أو الشاحنات الكهربائية طبعا هي أسعارها مرتفعة جدا جدا ولا أعرف كيف رح يتم إدخالها بمجال النقل اللوجستي موضوع الآخر أصدقائي العالم تغير بشكل كبير تحديدا بعد حرب أوكرانيا وكثير من التغيرات ما نستطيع كناس عاديين أن ننتبه إليها أو أن نستوعبها ولا نتكلم هنا عن الغلاء والعدوات بين البلدان بل نتكلم عن النظام العالمي الجديد أو تحديدا تحالف البريكس اللي بدأ يزداد تحديدا بعد حرب أوكرانيا هذا التحالف يمثل تكتل دولي مناهض للدول الغربية أو قوة اقتصادية مناهضة لمجموعة الدول السبعة الصناعية ومجموعة الدول السبعة الصناعية تتمثل بأقوى الاقتصادات الغربية أمريكا ألمانيا اليابان كوريا جنوبية بريطانيا إيطاليا وفرنسا الآن الكلام عن تحالف البريكس المناهض لمجموعة السبعة والذي يتكون من الصين وروسيا والهند لاحظوا الصين والهند هي تقريبا ثلث سكان العالم أو أكثر من ذلك ودول أخرى رح نتناولها بهذا الفيديو وهذا التحالف يحاصر الدول الغربية ويحاصر دول الاتحاد الأوروبي ولا يعترف بالعملة العالمية اللي هي الدولار ولا بشريك الدولار اللي هو اليورو وهذا التحالف يزداد حجمه يوم بعد يوم وهو الآن حسب آخر الإحصاءات أصبح يمثل 31.5% من الناتج المحلي العالمي وهي المرة الأولى اللي يتجاوز بها يعني بالقدرة الاقتصادية تحالف مجموعة الدول السبعة الصناعية اللي يتمثل 30% من الناتج المحلي العالمي التحالف لبريكس يضم الصين، روسيا، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا ودول عديدة ترغب بالانضمام لهذا التحالف مثل الجزائر، دولة الغاز والخيرات، الأرجنتين، البحرين، بنجلادش، اندونيسيا، إيران، مصر، المكسيك، نيجيريا، باكستان، سودان، سوريا، تركيا، والإمارات العربية المتحدة وفنزويلة طبعا السعودية ومصر وبنجلادش أيضا من الدول التي ينظر إليها على أنها بطريقة للانضمام إلى هذا التحالف اللي يجعل هذا التحالف يمثل كابوس للدول الغربية ولدول الاتحاد الأوروبي أنه تحالف يضم حوالي 70% من سكان العالم ويضم حوالي كل مصادر الطاقة من غاز ونفط وأغلب مصادر الغذاء والأسمدة يعني نتكلم عن الأشياء المهمة للحياة والأشياء المهمة للصناعة ولو استمرت الأوضاع الحالية كما هي عليه واستمرت إدارة جو بايدن بنفس النهج اللي يدمر العالم الغربي ويقطع نفوذ أمريكا سواء بالشرق الأوسط أو بالمحيط الهادي فإن الاتحاد الأوروبي قد يصبح قريبا اتحاد الدول النامية والفقر والغلاء كون يعني للأسف أغلب دول الاتحاد الأوروبي ما بها غاز ما بها نفط ما بها المعادن اللي تحتاجها الصناعة ولا حتى يصلح بها الزراعة بهذا الموضوع أصدقائي وصلنا للنهاية إن شاء لكم استفادية وتحياتي لكم مع السلامة